موسيقى أحياء ذكرى المجزر الجماعية السادسة والعشرين مجزرة إعدام أكثر من 30 ألف سجين سياسي في إيران بفتوى صادر عن الخميني في عام 1988 أتقدم إلى الأخت مريم بأحر التعازي والتعاطف والمساندة والتضامن إليها وإلى المقاومة الإيرانية وكذلك التعازي الحارة لعائلات الشهداء والضحايا وأقول لكم أن هؤلاء الضحايا هم ضحايا الحرية وضحايا الكرامة الإنسانية وهم ضحايا الانتهاك حقوق الإنسان وحقوق الأسرى والقانون الدولي الإنساني ومعاهدات جينيف وكذلك هم ضحايا للحكام الذين يتسطرون بالدين والجهل ويقومون بتصفية معارضيهم المجاهدين والمناضليين من أجل الحرية والكرامة الإنسانية ولكن أقول لكم أن الفجرات لا محالة وسوف ينتصر الحق والعدل وكرامة الإنسان على الظلم في النهاية وبهذه المناسبة أدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية ومؤسسات الراعية لحقوق الإنسان أن تقف موقفا عادلا وتفاعل مؤسساتها وخاصة محكمة الجنايات الدولية وتقدم مرتكبي هذه المجازر إلى المحكمة لنيل عقابهم وليكونوا عبرة لغيرهم من الأنظمة الدكتاتورية الفاسدة والأنظمة القمعية وأمراء الحروب والذين لا يقيمون أدنى وزن للإنسان وحقوقه وأي وزن للديمقراطية ولا يؤمنون بالمعارضة السياسية ويتسطرون تحت عباءة الدين لتنفيذ جرائمهم التي ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية جمعا إنما تعرض له الشعب الفلسطيني في أكل أماكن تواجده إلى الإبادة الجماعية والتهجير القصري والمجازر البشعة وكان آخرها الهجوم العسكري للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة الذي تعرض له الشعب الفلسطيني بنسائه وأطفاله وشيوخه للقصف بالطيران والمدفعية فأباد أكثر من ألفين شخص وجرح أكثر من عشر تلاف شخص جلهم من النساء والأطفال والشيوخ وتقطعت أوصالهم وأطرافهم وهدموا البيوت على ساكنيهم ودمروا البنية التحتية من كهرباء وماء واتصالات وقصفوا المدارس والمستشفيات ودور العبادة والمصانع والمحال التجارية والمصرفية وقتلوا المسعفين والصحفيين حتى لا تنقل الحقيقة من أرضها وكذلك لا ننسى أن كثير من المناطق في الشرق الأوسط تتعرض للإبادة الجماعية هناك استمرار لمسلسل القتل والعدوان والإبادة الجماعية والتهجير القصري وغيره من المجازر التي لا يمكن وصفها في هذا الموقف العصيب لا بد أن تتوحد الجهود الدولية وترتفع أصوات المناهدين والمساندين لحقوق الإنسان وحقوق الأقليات وحقوق المعذبين في جميع أنحاء الأرض وخاصة الأطفال والنساء والشيوخ ويجب عليهم الضغط على حكوماتهم من أجل تغيير موقفها والانحياز لحقوق الإنسان والانحياز إلى الدفاع عن الإنسان مهما كان عرقه ودينه وجنسهم وبهذه المناسبة أقول أن استمرار ارتكاب المجازر البشعة في قطاع غزة يعطينا حافزاً لوقف هذه الآلة الحربية البشعة وإدانة لها والوقوف بجانب الحق الفلسطيني في إقامة دولته على حدود معترف بها لها سيادة ويتمتع مواطنيها بالحقوق المدنية وحقوق الإنسان كافة وبهذه المناسبة كذلك أقول لا تضيع حقوق وراءها مطالب ومناضل فأنت المناضلين من أجل حقوق الإنسان وكرامته وحراته فما عن جميعاً نستطيع أن نرفع الظلم والمهان عن شعوبنا في إيران وفي العراق وفي سوريا وفي فلسطين وفي مخيم ليبرتي وفي أي مكان من العالم ولنكون المبادرين والمساندين والراعين لحقوق الإنسان ومعاقبة كل مجرم مهما كان وزنه وموقفه وانتمائه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر